ترجمة نانسي قنقر وقال الرئيس السيسي بمقر إقامته في بروكسل مع الرئيس التونسي قيس سعيد وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس التونسي أكد اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي مثمنا ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالة الأمن والاستقرار والتنمية فضلا عن ثقة لها السياسية البارز على الصعيدين الإقليمي والدولي هذا وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر للمصار السياسي الراهن لتسوية الأزمة الليبية والحرص على تعزيز التنصيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية من أجل تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيقي جاء ذلك خلال لقاء عقده الرئيس السيسي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي حيث شدد الرئيس على استمرار ثوابت الموقف المصري تجاه تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول والتي تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار بها والتمتع بجيش وطني موحد وإنهاء تدخلات الأجنبية وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا كما أضف المتحدث باسم الرئاسة أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي أعرب عن خالص التقدير للمساندة المصرية الصادقة لبلاده متمن في هذا الإطار الجهود المصرية الحثيثة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم ليبيا والمساهمة في استعادة المؤسسات الوطنية وكذلك توحيد الجيش الوطني الليبي حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل استقبال وعشاء رسمي على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة الإفريقية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل وذلك بمقر قصر متحف الفن التشكيلية وصرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي المائدة المستديرة حول تغير المناخ والتي عقدت في إطار أعمال القمة السادسة للمشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد في كلمته خلال المائدة المستديرة أن استضافة مصر لقمة المناخ العالمية القادمة في نوفمبر 2022 تأتي بالنظر إلى إدراكها لخطورة التحدي الذي تمثله ظاهرة تغير المناخ مشيرا إلى أن مصر ستسعى إلى خروج القمة بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ لرفع طموح عمل المناخ بكافة مكوناته مؤكدا في هذا الإطار أهمية دعم القارة الإفريقية لمواجهة هذه الأزمة أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سوف يستضيف اليوم قمة افتراضية للقادة الأوروبيين والغربيين بشأن أوكرانيا كان بايدن صرح بأن هناك مؤشرات كبيرة على غزو روسي محتمل لأوكرانيا مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يحدث في غضون عدة أيام كما أضف بايدن أن الولايات المتحدة لا ترى مؤشرات على انصحاب روسي للقوات على طول حدودها مع أوكرانيا أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين قبل دعوة للقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف الأسبوع المقبل بشرط عدم حدوث غزو روسي آخر لأوكرانيا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيت برايس أن الطريقة المسؤولة الوحيدة لحل هذه الأزمة هي من خلال الدبلوماسية والحوار أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 68 طائرة أجنبية أجرت عملية استطلاع قرب الأجواء الروسية خلال الأسبوع الأخير كما أوردت صحيفة النجم الأحمر التابعة لوزارة الدفاع الروسية بيانات تفيد بأن محطات الرادار الروسية رسدت 47 طائرة استطلاع و21 طائرة مسيرة بالقرب من الأجواء الروسية هذا وأشارت بيانات وزارة الدفاع إلى أن المقاتلات الروسية أقلعت مرتين لمنع الطائرات الأجنبية من انتهاك الأجواء الروسية وأن جميع التحليقات للطائرات الأجنبية تابعتها الرادارات الروسية ختم مجزأة 9 صباحا لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت extra news.tv كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام يوتيوب شكرا على طيب المتابعة